موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد جميع اوقاتك وطلابي طالباتي ان شاء الله هنشتغل في هذا الفيديو مراجعة الدرس الاول من الوحدة الخامسة وهو الاتزان الكيميائي والعوامل المؤثرة فيه اشتهدت معكم في تنزيل هذا الفيديو لان بعضكم حيكون امتحانوا الشهر الاول في الوحدة الاولى وبعضكم حيكون داخل معاه هذا الدرس اجباري اذا كان استاذه او معلمته شاد شوي في الشرح طلابي طالباتي حنشتغل في الاجابة النموذجية وحبعثلكو هذا الملف بدي اف على تليفوناتكم بس ضرورة تتواصلوا معاي على هذا الرقم 077-94-70-6 السؤال الاولاني الفكرة الرئيسية صنف للاتزان الديناميكي واحدد العوامل المؤثرة فيه من عنية ثنتين حالة الاتزان كاجابة التي يستمر عندها حدوث التفاعل بالاتجاهين الامامي والعكسي بالسرعة نفسها وعندها لا يحدث تغير على تركيز المواد المتفاعلة والناتجة وتكون مستقرة وثابتة هذا بحيث اذا كان التفاعل الامامي والتفاعل العكسي في حالة اتزان او المواد المتفاعلة في حالة اتزان اما السؤال الثاني وضح المقصود بكل من التفاعلات المنعكسة ومبدأ لوتشاتيليا تفاعلات المنعكسة هي تفاعلات تحدث بالاتجاهين الامامي والعكسي كاتبين هنا امامي امامي بس اتبرد لوحدة بالاتجاه الامامي والعكسي فالمواد المتفاعلة تكون المواد الناتجة والمواد الناتجة تتفاعل لتكوين المواد المتفاعلة هذا من ناحية تعريف التفاعل المنعكس أما مبدأ لوتشاتليا بين نص على أنه سلاش أنه هذا النص لازم ينذكر في الامتحان كما هو أنه إذا حدث التغير في أحد العوامل المؤثرة في الاتزان لتفاعل كيميائي متزم يعني بده يكون إيش؟ تفاعل رايح جاي فمثل تركيز أو الضغط أو درجة الحرارة اللي هن الثلاث عوامل اللي ذكرهم الدرس فإن التفاعل يعمل على تعديل موضوع الاتزان للتقليل من أثر ذلك التغير يعني الغني أحيبين قسين الغني يدعم الفقير روح السؤال الثالث وضح التغيرات التي تحدث لتركيز الأمونيا NH3 في التفاعل المتزن في الحالات التالية عندك البي سي أل ثري زائد ثري أن أتش تو أعطانا البي أن أتش ثري باي ثري زائد ثري أتش سي أل ثري أول حالة عند زيادة تركيز البي سي أل ثري وين كي يسي ببي سي أل ثري؟ عند رفع تركيزها ساهم الاتزان وين بده يروح؟ لغاد وقال لك شو بيصير على الأمونيا هاي هاي يا حبايبي هبدأ حطها عند هاي النجمة أو هاي الغيمة بدي تقولي الـ NH3 شو بيصير عليها؟ في هاي التفاعلات الثلاثة أو في هاي الحالات الثلاثة فهمت شو السؤال؟ هاشرحوا مرة ثانية شو بيصير لتركيز الـ NH3؟ إذا غيرت إحدى ألف أو با عوجي زدت الـ BCL3 الـ NH3 داركت بقل تركيزها ليش؟ لانك زدت مادة في المادة الثانية بدأت قل عشان يصير ساهم الاتزان لهذا الاتجان لهو الأماني باب إزالة الـ HCL هاي بدأ أشرحها باللون الأزرق إزالة الـ HCL يعني أنت قللت من الـ HCL في وعاء التفاعل إذا قللت ساهم الاتزان شو بدي يصير؟ بدي يروح لغاد فالـ NH3 إجبارة قل ليش؟ لانا بدأت عادل الاتزان اللي صار فهي قل تركيزها وهون بقل تركيزها جيم إضافة كمية من الـ BNH3x3 إلى وعاء التفاعل يعني زودت الكمية هاي اللي هي عايحة أشرحها باللون الأخضر زودت هاي الكمية زودتها ساهم الاتزان بدي ينعكس لهذا الاتجاه فإجباري ترتفع تركيز الـ NH3 لأن حسب مبدأ الـ HCL عاملي زي السيسو ارفع هون فهون ترتفع طب هون واطية هيدارك بتروح بتدعمها السيسو نفس المبدأ في جوابها يزداد تركيزها سؤال الرابع أفسر تمام أصلا أغلب الدرس هاذ كله يفسر وعلل أفسر يعتمد تغير موضوع الاتزان للتفاعل المتزن الآتي على تغير حجم غاز الـ CL2 فقط يعني في كل هاي المعادلة الشغل على الـ CL2 ليش؟ لأن الـ CL2 من الآخر في الحالة الغازية أما هاذا حالته صلبة وهذا حالته صلبة ما بيتأثر لا الصلب ولا السائل تعال شوف الجواب لأن الـ CL3 هاي والـ B4 مواد صلبة نقية لا تتأثر تركيزها أو ضغطها بتغير حجم الوعاء في حين أنه الـ CL2 هي المادة الوحيدة الغازية في وعاء التفاعل التي يتأثر تركيزها وضغطها بتغير حجم الوعاء أصلا تطلع في المعادلة دائرك تبينت السؤال الخامس حدد التفاعلات التي تؤدي زيادة الضغط الكلي لها إلى إنتاج كمية أكبر من المواد الناتجة زودت الضغط أكثر فأعطتني مواد ناتجة أعلى مين هي؟ ألف أكيد لا ليش؟ لأنه ألف فيها حالة صلبة فتعرض با غازية 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 أكيد صح جيم غازية 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 أكيد صح دال غازية 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 وهذه البدل غازية عدلوا ليها وحطوها ألب حتى في الكتاب مطبوعة جيم فهي ألب فالجواب مين للتفاعلات التي ينتاج كمية أكبر من المواد الناتجة؟ فقط با وجيم وهذه من تعديلات الوزارة التي وصلتني مؤخرا أن هذه لازم تكون في حالة سائلة فتلغى هاي نحن الصلب والسائل ما بنشتغل عليهم إشي ستة استنتج أثر التغيرات الآتية على موضع الاتزال للتفاعل الآتية عندك مواد متفاعلة مواد ناتجة وعطاك الدلتا أتش إنه سالب 46 يعني التفاعل إجباري طارد للطاقة شو عرفك أستاذ؟ طلع السالب هاي السالب يعني الدلتا أتش خسر الطاقة أو التفاعل خسر الطاقة في أول حالة زيادة حجم وعاء التفاعل رفعت الحجم بزدت الحجم شو بدي يسير؟ زدت الحجم هون فهذا دائرة يجي لهون يعوض الفقد اللي صار لأن الحجم قل التركيز كبر حجم بقل التركيز فيزاح جهة اليسار با زيادة درجة الحرارة ارفع درجة الحرارة حيعمل معك بنفس المبدأ لأنه إذا رفعت درجة الحرارة والتفاعل ماص للطاقة يعني هيك شكله يا جماعة حمايبي هيك شكله في الأولى زيادة الحجم رفعت هون كبرته فإجباري عكس هذا صار يعطي هاي المواد المتفاعلة صارت تعطي المواد الناتجة هاي أول حال الثاني زيادة الحرارة زودت الحرارة هون فالتفاعل برضو المواد الناتجة أعطته حتى يعادل ميزانه يعني يرتفع شوي ويصير مشابه لهذا جيم إضافة كمية من بخار الماء بخار الماء هاي أصلا الماء هون انت زودت المواد المتفاعلة فساهم التفاعل الإجباري نحو اليمين ركز في الأسئلة صح زودت بخار الماء اللي هي المي اللي هون زودت فوقيها مي يعني زدت تركيز الأتشتوقه فبدو يختلل الانتزال ويتجه إجباري نحو اليمين أو أمامي هذا بالنسبة للسؤال السادس والأخير هيك خلصنا مراجعة الدرس انتظروني في الفيديو اللي بعده حنبلش في درس جديد وفي واحدة جديدة إن شاء الله استودعتكم عند الذي لا تضيعوا دعوه أحلى أول ثاني باي باي اشتركوا في القناة